يعني على قدر عالي من التعليم أيوة بس باباها كان بيشتغل برا مامتها بتربي ثلاث أطفال فأكيد هي مؤهلة نيتربيهم خالتها تقول لها كلمة زي دي إزاي يعني إيه أختك مجنونة يعني أنا هتكلم عن مرض الفصان بس عايز عرف إزاي من خالة ييجي المصطلح دي لو دخلنا بقى على القصة بتاعت حضرتك تحديدا فإحنا عندنا عدة نقاط أو النقطة فيهم فكرة وصمة المرض النفسي وصمة المرض النفسي الإحصائيات كلها بتقول إنها قلت بالنسبة كبيرة جدا بسبب الوعي والثقافة وجزء من الدور اللي بيلعبوا التلفزيون المصري والتلفزيونات الخاصة والقنوات الخاصة وهو استضافة الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين عشان يوعوا المجتمع واللي هنقول لا يا جماعة دي مثلا ممكن نوديها الشيخ أحسن من نوديها الدكتور نفسي لقينا إنه اللي حضرتك بتقولي قل علشان فعالية الدواء النفسي قبل الستينات ما كانش فيه نفس الأدوية كان فيه دواء واحد أو اثنين إنما النهاردة بقى فيه مئات الأدوية زو فعالية اللي بتعالج المرض النفسي فأصبح مرض الفصام يعالج تماما ويتم الشفاء بشكل مئة في المية فأختها لو بتاخد العلاج السليم ومتابعة بشكل منتظم مع طبيب فهي تستطيع أن يبقى عندها حياة طبيعية وتبقى أم وزوجها يعني مرض الفصام بيتعالج مية في المية مية في المية؟ مية في المية يعني مش مرض مزمن زي ما إحنا عارفين أو بالاسمة حضرتك المرض السكر مرض مزمن ولكن هل إحنا بنوصم الناس إن عندهم مرض سكر؟ هل إحنا بنوصم الناس إن عندهم الضغط؟ ما رافي يا دكتورادو أن في ناس ممكن ما يتقدموش لواحدة عشان عندها مرض السكر لأنه بيليك ممكن ييجي لطفلها لو بيحبها أنا شفت العجب لو بيحبها هيتقدم لها وهيتجوزها ولو ماما مش موافقة وهيوقف أصاد الدنيا كلها ولو أخته مش موافقة أنا رديت على حضرتك إنه لو هو الراجل ده مقتنع بالست دي أو بالأنسة دي وعاوزها هو هيخدها وهيوقف أصاد كل عيلته وأهله ومش ممكن مرض له دواء اللي بيعاني منه وبياخده بانتظام سواء راجل أو ست ويعني يعني هما لما ما كانوش بيخرجوها لما ما كانوش بيخرجوها وهم قوي كلمة تحت السيطرة يعني أنا قدر نكونترول أو نسيطر على المرض فخلاص طب ليه ما كانوش بيخرجوها معاهم؟ يعني ليه حد لازم يقعد معاها في البيت؟ فبالتالي هنا النقطة يا سالي فكرة إنه في مشاكل في الأسرة اللي أنت تتكلمي عليها يعني أميرة ما هيش في أسرة عادية أميرة كان فيه نوع من أنواع التفكك الأسري لأن الأب كان بعيد عن الأسرة فترة طويلة واضح إن فهمهم ووعيهم لإدارة مشكلة أختها كان محدود بدليل إنه هم حاسين إنه دعب وإنه دي وصمة وإنه دي مصيبة حصلت للبنت دي وكأن ما لهاش علاج مع إنه في علاج والعلاج فعال جدا والعلاج مش دواء بس دواء وجلسات علاج نفسي وجلسات علاج جمعي وجلسات تأهيل ومليون ألف حاجة لأسرة مفروض إن الأب عائلها بيقبط بعملة تانية غير العملة المصرية وبيحاول يريحهم زي ما قالت عشان يأمل لهم مستقبلهم أحسن وواضح إنه هو علمها كويس وبقيت مهندسة فما فيش تقصير في هذه الناحية ولكن واضح إن فيه تقصير في العلاج وما كانش فيه يعني هندلينج ما كانش فيه تعامل سليم مع المشكلة ومناسب لحالة الأخت ترجمة نانسي قنقر